اربعة ضباط كبار يشغلون مناصب رفيعة في الجهاز الامني العراقي متورطون بالتخطيط والمساهمة بتنفيذ التفجيرات التي هزت العاصمة بغداد الخميس الفائت هذا ما كشف عنه رئيس الوزراء نوري المالكي السبت خلال استقباله شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين اعضاء في اتلاف دولة القانون اكدوا ان الضباط الاربعة ينتمون الى تنظيم كبير يمول من دولة اجنبية وهم جزء من شبكة نؤسعة تخترق الاجهزة الامنية هؤلاء الاربعة والان العدد هو كبر اكثر من ذلك الاجهزة الامنية الان بدأت تتوسع في خيوط هذه التفجيرات الاخيرة هؤلاء متورطون فعلا في هذه التفجيرات وكان لهم دور في وزارة الداخلية وقد تم القبض على اربعة والخامس ايضا القبض لاحقا اتصور ان شاء الله في الايام القادمة سوف تعرض اعترافات هؤلاء وسوف تعرض الشبكة التي مهدت وسهدت عمليات دخول السيارات في مناطق التفجيرات القاء القبض على الضباط الاربعة نفذ عقب اقل من اربعة وعشرين ساعة من وقوع الهجمات التي استهدفت مؤسسات حكومية واسواق شعبية وتجمعات للمدنيين في مناطق واسعة من بغداد نواب عن اتلاف العراقية شككوا بقدرة الاجهزة الامنية على كشف الجهات المسؤولة عن التفجيرات في اقل من يوم واحد ما اعتقد هناك اي خبرة في هذا المجال ولو كان هناك مثل هذه الامكانية لكان بالامكان استباق هذه الاحداث التي جرت وكشف عنها قبل وقوعها لو كان هناك مثل هذه الامكانية لرجالات الامن والاجهزة الامنية ورأى سياسيون اخرون ان الكشف عن الجنات يعد خطوة من الممكن ان تقود الاجهزة الامنية الى قيادات اخرى متورطة بقضايا ارهاب كما انها تعد مهمة باتجاه تطهير الاجهزة الامنية وتخليصها من الاختراقات التي تعانيها هذا الامر يعني يحتاج الى كشف كل حيثيات التحقيق يعني وحالتهم الى القضاء وكشفهم على الملأ يعني لكي يكونوا يعني عبرة فعلا لمن يعتبر ويبدو لي يبدو لي انه انه اذا التحقيق بهذه السرعة توصل الى كشف اسماء ضباط كبار في وزارة الدفاع فيجب ان نكون مسرورين جدا انه عندنا تحقيق يعني يصل الى نتائج بسرعة وافاد مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه للحرة ان الاعترافات التي ادلى بها الضباط الاربعة قادت الى تفكيك الشبكة المسلحة التي ينتمون اليها كما انها كشفت عن تفاصيل مهمة قد تقود الى اعتقال ضباط يجغلون مناصب رفيعة في الاجهزة الامنية حسام الحاج الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر